متابعين قناة الادوات المنزلية عايز ارحب بيكم بفيديو النهاردة طبعا الفيديو ده هتشوفوا معي من خلاله منظمات وادوات واختراعات وحيل وافكار جميلة جدا ما شفتهاش قبل كده كل الحاجات دي هتوفر عليكم المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندكم في البيت وكمان هتساعدكم على استغلال الوقت والجهد بحيس انتو تقدروا تستفيدوا منهم في حاجات تانية وكمان هتساعدكم على تنظيم وترتيب المطبخ والبيت عندكم بشكل اسهل وافضل بكتير فيلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض بس قبل ما نبتدي الفيديو لو لسه مشتركتوش معايا في قناة الادوات المنزلية اتمنى انتو تنضموا لينا ودعا عن طريق الضغط على زر الاشتراك واتمنى كمان انتو تفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة باذن الله فيلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا دلوقتي ونشوف ايه هي الادوات اللي موجودة معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها وفي نهاية الفيديو كالعادة حكلمكم عن الطرق اللي تقدروا من خلالهم ان انتو تجيبوا كل حاجة انتو محتاجينها لبيتكم والمطبخكم وهنا تعالي شوفي معايا عمدنا المصفى والطبق اللي تقدري من خلالهم ان انت تخسلي مختلف انواع الخضار والفكهة بطريقة سهلة وجميلة جدا وغير كده تقدروا ان انت تصفيهم وتستخدمي الطبق اللي تحت ده كطبق تقديم بعد كده تعالي شوفي معايا منظم المنازيل المصنوع من السيليكون واللي تقدروا ان انت تثبتيه كده وتلزقيه في اي مكان موجود عندك في البيت وبعد كده تعالي شوفي معايا عندنا مصفف الشعر اللي بيساعد على تكفيف الشعر من غير ما يحرقوا او يبوزوا بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا الحصيرة او البطانة اللي تقدروا ان انت تفريديها جوة الادراج عندك او جوة الدولاب بحيث ان هي تحفظ لك عليهم انهم يفضلوا انضاف لاطول فترة ممكنة وغير كده ان انت تقدروا تمسحيها وتنظفيها بكل سهولة بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا العازل السيليكون اللي تقدروا ان انت تثبتيه عندك على الباب بحيث ان هو ما يصرفش اي هوى او يخرج اي حاجة من تحت الباب وبعد كده هنشوف مع بعض معايا مصفى للمطبخ تقدر ان انت تثبتيها عندك على الحوض وتخسلي من خلالها مختلف انواع الخضار ومختلف انواع الفكهة وغير كده كمان تقدر ان انت تستخدميها كمصفى للاطباق او لمختلف لوازم وادوات المطبخ وتقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعها زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو بحيث ان هي تتناسب مع حجم الحوض عندك بعد كده هنشوف مع بعض معانا منظم طبعا بيحتوي على 3 رفوف وتقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعه زي ما هنشوف دلوقتي من خلال الفيديو وطبعا حجمه كويس جدا تقدر ان انت تنظمي جوه منه الهدوم او مختلف اللوازم اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده هتقدر ان انت تستخدميه كاكمودين جنب السرير بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا منظمات جميلة جدا خاصة بالهدوم وخاصة الملابس الداخلية او الشربات طبعا هي شفافة وكل حاجة بتبقى موجودة فيها بتبقى باينة من بره وتقدر ان انت تثبتيها كده على جدار المطبخ او على جنب التلاجة وتنظمي بيها مختلف الاكياس اللي بتبقى موجودة عندك وهنا تعالي شوفي معايا عندنا الكتل او سخان المية طبعا شكله بالضبط عامل زي ابريق الشاي وبيبان عليه من بره درجة الحرارة اللي وصلت لها المية وغير كده بيتوفر عندك بالوان كتير قوي تقدر ان انت تختاري وتجيبي اللون اللي يعجبك طبعا تقدر ان انت تستخدميه علشان تعملي من خلاله الشاي او القهوة او مختلف المشروبات السخنة اللي انت بتفضليها وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيستعدنا على تكفيف الهدوم كأنها بالضبط اتعرضت للشمس الفترة طويلة وما تخفيش ما بيرطبش الهدوم خالص لانه هو بيحتوي على اشعة فوق البنفسجية بتساعد على ان الهدوم دي تطلع ريحتها جميلة جدا زي ما تكون اتعرضت للشمس بالضبط وغير كده حجمه صغير يعني تقدر ان انت تلميه وتحطيه عندك في اي مكان في البيت مش بياخد عندك اي مساحة وهنا هنشوف مع بعض معانا مجموعة من الاطباء اللي تقدر ان انت تنظمي عليها الفكهة او تقدمي بيها المكسرات والشوكولاتة والحلويات هنا هنشوف مع بعض معانا مكوى السفر اللي تقدر ان انت تخديها معاك وانت بسفرة او في الرحلات واللي طبعا حجمها صغير وغير كده هي مكوى عملية وتقدر ان انت تحصلي من خلالها على افضل النتائج اللي انت بتبقي محتاجاها واللي تقدر كمان ان انت تكوي من خلالها مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى موجودة عندك ودلوقتي تعالي شوفي معايا عندنا منظم جميل جدا تقدر ان انت تقدمي من خلاله المكسرات او الفكهة بطريقة شيك قوي وطبعا تقدر ان انت تنظمي انواع مختلفة جدا من المكسرات والحلويات وانواع مختلفة من الفكهة بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا منظم البيض اللي بيجي متوفر عندنا بلونين واللي بياخد معاك تقريبا زي 30 بيضة واللي هو بيبقى عبارة عن 3 رفوف وتقدر ان انت تنظمي جوه التلاجة او بره التلاجة وهو بيساعدك ان لو التلاجة بتاعتك صغيرة ان انت تنظميها ويبقى شكلها منظم ومرتب جدا وهو زي ما احنا شايفين كده ما بياخدش عندك اي مساحة جوه التلاجة بعد كده هنشوف مع بعض معانا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تنظمي بيها التوابل الصحيحة او التوابل البدرة وكمان تقدر ان انت تستخدميها لتنظيم مختلف انواع المكسرات او الحلويات يعني تقدر ان انت تستخدميها وتستفيد منها بكذا طريقة مختلفة بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا المنظم الجميل جدا اللي ليه استخدامات متعددة واللي تقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعه على حسب الرف او على حجم الخزانة اللي انت هتثبت بيها المنظم ده وطبعا تقدر ان انت تستخدميه بطرق كتير اوي مختلفة زي ما ظهر قدامنا كده دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده تعالي شوفي معايا المنظم الجميل جدا اللي تقدر ان انت تنظمي بيه الخضار والفاكهة بطريقة جميلة اوي وكمان تقدر ان انت تنظمي بيه المكسرات بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا مسند كده تقدر ان انت تسنيدي عليه ظهرك وقت ما انت بتبقي قاعدة كده على الكنبة او على الكرسي وطبعا هو بيساعد على حل مشاكل الظهر بحيث ان هو ما يحصلش ديسك للظهر وتفضلي قاعدة مرتاحة بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا منظم الزيت الاكتر من رائع طبعا بيحتوي على فرشة بتساعدك ان انت تاخد الكمية اللي انت عايزاها من الزيت وغير كده طبعا شكله الجميل جدا اللي ممكن كمان تستخدميه لتنظيم الصصات او الزيت النباتي او زيت الزيتون بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا المنظم اللي تقدر ان انت تثبتيه جوه الحمام وتنظم عليه الشمبوهات او الكريمات من غير ما تحتاجي لاي مصامير او لاي مواد لسقة وبعد كده تعالي شوفي معايا الجهاز اللي بيستاعدك على قصة الاضافر او على برد الاضافر بطريقة جميلة جدا بحيس انها بيحتفظ بكل الاضافر اللي انت قمتي بقصها او ببردها وغير كده حجمه صغير تقدر ان انت تحطيه معاك في الشنطة وتقدر طبعا ان انت تفضيه من كل الضوافر اللي بتبقى موجودة فيه بكل سهولة وبعد كده تعالي شوفي معايا عندنا الرشاءة الجميلة جدا اللي هي جاية بالضبط كده شبه الدولاب وتقدر ان انت طبعا تصفي من خلالها مختلف لوازم المطبخ زي الاطباق والحلل والمعالق والشوك والسككين ودلوقتي هتشوفي معايا جهاز جميل جدا هو عبارة عن عصارة للعصير طبعا تقدر ان انت تعصري من خلالها مختلف انواع العصير اللي انت بتحبيه وبتفضليه وزي ما انت شايفة معايا كده هي بتفصل العصير لوحده ولب الفكهة لوحده وغير كده كمان لو انت حطيتي فيها فكهة مجمدة هتخرجها لك كأنها ايس كريم بالضبط وهنا هنشوف مع بعض معانا اداة التنظيف اللي تقدر ان انت تثبتي عليها المناديل الورق او المناديل المبللة او اي قطعة قماش بتبقى موجودة عندك وبعد كده تبتدي ان انت تنظفي من خلالها المرايات او الشبابيك او الرخام او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وهنا تعالي شوفي معايا عندنا المخادة طبعا المريحة جدا فيه ناس كتير قوي بتستخدمها للام اللي بتبقى لسه جايبة طفل جديد بحيث انها تقدر ترضعه بكل سهولة وطبعا هي لها استخدامات متعددة زي مثلا ان انت تقدري تستخدميها في العربية بعد كده هتشوفي معايا مجموعة من المنظمات اللي تقدري ان انت تخزين فيها مختلف انواع التوابل سواء التوابل الصحيحة او التوابل البودرة واكيد تقدري ان انت تستخدميها في تنظيم مختلف انواع المقصرات هنا هنشوف مع بعض معانا قطاع للخضار تقدري ان انت تقطعي من خلالها مختلف انواع الخضار وباشكال مختلفة وده لان القطاع دي بتحتوي على عدد كبير من الشفارات اللي بتبقى موجودة باشكال وتصاميم مختلفة بتساعدك ان انت تقطعي الخضار بالشكل اللي انت عايزات وغير كده القطاع دي فيها ميزة المغناطيس وده بيساعدك ان انت تثبتيها عندك على التلاجة بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض معانا الكبة الصغيرة اللي تقدري ان انت تفرومي من خلالها التوم او الشطة او البصل وتقدري كمان تفرومي من خلالها الفراخ واللحمة وبتديكي افضل النتائج اللي انت بتبقي محتاجاها بعد كده تعالي شوفي معايا مجموعة من القطع اللي تعتبر عازلة للروايح وتقدري ان انت تستخدميها بكذا مكان مختلف زي ما ظهر قدامنا دلوقتي في الفيديو وممكن تستخدميها في التلاجة او في دولاب الاحزية او في الحمام بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا منظم للزيت طبعا المنظمات دي بتبقى جميلة جدا في الاستخدام لان هي بتديكي كميات مناسبة جدا للاستخدام اليومي وغير كده تقدري ان انت تنظمي بيها مختلف انواع الزيوت ومختلف انواع السصات وهنا هنشوف مع بعض معايا مجموعة من منظمات التلاجة اللي تقدري ان انت تنظمي بيها الخضار او الفكهة او بقايا الاكل او تنظمي بيها حاجة التلاجة المختلفة اللي بتبقى موجودة عندك هنا تعالي شوفي معايا عندنا منظم للمعالق والشوك والسككين تقدري ان انت تثبتي على الجدار بكل سهولة من غير ما تضطري ان انت تجيبي اي مصامير او اي مواد لسقة وغير كده هو بيحتوي على مصفة وده بيساعدك على ان مختلف اللوازم اللي انت هتنظميها فيه هتنشف بسرعة ومش هتطلع لك اي ريحة جوه المطبخ بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا منظم تقدري ان انت تنظمي كده جوه المطبخ او جوه الحمام وتنظمي عليه الشامبوهات او الكريمات او اي مثلا نوع خضار بيبقى موجود عندك انت حابة ان هو يفضل قدام منك كده وانت بتعملي الاكل في المطبخ او تقدري ان انت تنظمي جوه البيض زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا منظم الاكياس اللي تقدري ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وممكن كمان تثبتيه على جنب التلاجة مشكله شيك جدا بصراحة وممكن تنظمي جوه لجلافز واي حاجة انت عايزها بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا الفرشة الصغيرة اللي تقدري ان انت تليب فيها وتتحكمي بيها زي ما انت عايزة وتنظفي من خلالها مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك زي البتجاز او الشبابيك او المريات او اي حاجة انت عايزها بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا منظم للصابون طبعا المنظم ده عبارة عن رفين وتقدري ان انت تخسليه وتنظفيه بكل سهولة وغير كده المية اللي بتبقى فضلة من الصابون بتنزل من المنظم ده لانه بيحتوي على مصفى وتقدري ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وهنا معانا مشترك للكهربا تقدري من خلاله ان انت تشغلي كزا جهاز بيبقى موجود عندك وتقدري ان انت تشغليه وتقفليه بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو وبعد كده هنشوف مع بعض معانا منظم تقدري ان انت تنظمي بيه الميكوب بتاعك او العطور او الكريمات وطبعا شكله شيك جدا وتقدري ان انت تنظميه على السراحة وبما اننا بنتكلم عن المنظمات تعالي شوفي معايا عندنا المنظم اللي بيبقى عباره عن رفين تقدري ان انت تستخدميه في المطبخ او في الحمام وتنظمي عليه مختلف اللوازم الخاصة في المطبخ او اللوازم الخاصة في الحمام زي الكريمات والشامبوهات ومواد التنظيف وما الى ذلك وهنا تعالي شوفي معايا عندنا الهوك ده اللي تقدري ان انت تثبتيه على الجدار ان غير ما تحتاجي لأي مواد لسقة او مصمير وتقدري ان انت تنظمي عليه الفوط او الاحزاية زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو بعد كده معانا مجموعة من الهوكات اللي تقدري ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة وتقدري ان انت تنظمي عليها الفوط او مختلف ادوات التنظيف طبعا تقدري ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة من غير ما تحتاجي لأي مواد لسقة او اي مصمير وتقدري ان انت كمان تستخدميها في الحمام او في المطبخ او في اي مكان عندك في البيت بعد كده حنشوف مع بعضا عندنا مصفى للخضار والفكة طبعا المصفى ده تقدري ان انت تتحكمي على حسب حجم المصفى عندك وتقدري ان انت تستخدمي المصفى ده في تصفية الخضار او الفكة او الاطباق بعد كده حنشوف مع بعضا عندنا القطع اللي تقدري ان انت تثبتيها عندك على قرورة المية وبالتالي حتساعدك ان انت تستخدمي المية اللي موجودة في القرورة دي بكل سهولة وهنا حنشوف مع بعضا معنا اختراع بجدة رهيب جدا طبعا الاختراع ده بيساعدك ان انت تستخدمي كل مواد التنظيف اللي موجودة عندك بكل سهولة زي ما احنا شايفين هنا سائل غسيل الموعين تقدري ان انت تستخدميه بطريقة سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين معنا دلوقتي من خلال الفيديو هنا بقى معنا الفرشة دي طبعا بتحتوي على كزا قطعة وكزا اداة تقدري ان انت تستخدميهم بمختلف التنظيفات اللي انت بتقومي بيها في المطبخ عندك بعد كده حنشوف مع بعض معنا قطعة بتساعدنا ان احنا نثبت المشترك في اي حتة موجودة عندنا في البيت طريقة بسيطة وسهلة جدا هنا بقى معنا الممسحة الجميلة دي طبعا تقدري ان انت تعصريها بكل سهولة من كل المية ومن كل مواد التنظيف اللي بتبقى موجودة عليها وطرق استخدامها متعددة تقدري ان انت تستخدميها في تنظيف الجدران او دوليب المطبخ او البلاط عندك او المريات او الشبابيك بعد كده معنا الفرشة الصغيرة دي تقدري ان انت تنظفي بيها مختلف الزوية اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما هو ظاهر قدامك دلوقتي من خلال الفيديو هنا حنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المنظمات الودوم طبعا المنظمات دي مسموعة من القماش وتقدري ان انت تنظمي بيها البناطيل او الانصان او التشيرتات المهمتها ان هي تساعدك على استغنال المساحات الصغيرة عندك في الدولاب وان هي تخلصت من كلك ركبة الودوم وتسليلك ساكلة الدولاب عندك منظم مرتب زي ان احنا شايتين كده من فنال الفيديو بعد كده حنشوف مع بعض عندنا الشبك اللي تقدري ان انت تسبكيه عندك على الشباك من جوة بكل سهولة بعد كده تعالي شرفي معايا منظم ومصفر لمختلف ادوات المطبف تقدري ان انت تسبكي عليه ادوات التنظيف والفوطة والاسفنجة والسلكة وكل الادوات الخاصة بتنظيف المواعين هنا حنشوف ما بعض عندنا مؤشرة او مفرمة او قطعة للفضار بيتوفر معاها كذا قطعة فيها اشكال مختلفة من التقطيع او البشرة تقدري ان انت تثبيتي الشكل اللي انت عايزيه وبعد كده تستخدمينك في تقطيع او في بشرة الخضار الي بيبقى موجود عندك طريقة استخدامها سهلة جدا وامنة وده بسبب الاداة اللي بتيجي متوفرة معاها برضو ولا تقدري ان انت تثبيتيها على الخضار اللي انت عايزة تقطعي وبكده مش هتضطري ان انت لجراح اديكي هنا معانا مجموعة من ملازمات المطاليات وتقدري ان انت تستخدميها لطوزين الرزق او الدقيق والمنظمات دي والمنظمات دي بتيجي شفافة عندك وده يساعدك ان انت تفطري الحاجة اللي انت عايزة تستخدميها بكل سهولة بعد كده معانا المفتاح او الاداة اللي بتساعدك ان انت تفتحي مختلف العبوات والعلب اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة وتقدري ان انت تثبتي المفتاح ده عندك على التلاجة وده بسبب ان هو بيجي نتثبت عليه مغناطيس وهنا معانا مجموعة من الاكياس اللي تقدري ان انت تتوزين بيها البطوليات وتقدري ان انت تستخدمينها في توزين السكر او الدقيق او الروز بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا منظم للبيض المنظم ده بياخد معاك تقريبا زي 15 البيضة وحجمه صغير وهيساعدك ان انت تستغلي المساحة الصغيرة اللي بتبقى موجودة عند الجوة التلاجة وهنا حنشوف مع بعضها عندنا رفة تقدري ان انت تثبتي عليه الشمعات طبعا طريق التسبيت الرف ده سهنة جدا على الجدار بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا مجموعة من الاطباق الصغيرة اللي تقدري ان انت تستخدميها علشان تنظمي بيها السوصات او الكاتشاب او المايانيز بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا مصفر الاطباق والكبايات ومختلف لوازم المطبخ زي المعالق والشوك والستكاكين تقدري ان انت تثبتي عندك على الحوط وتنظمي بيكو ده الحاجات دي وتصفيها بكل سهولة بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدري ان انت تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة من غير ما تحتاجي لأي ادوات تسبيت تقدري ان انت تتنظمي بيها التوم او الشطة او البصل او الجنزبيل او الجزر بعد كده تعالي شوفي معايا استكين خاصة بتقطيع البطيخ طبعا بتقطع لك البطيخ باكتر الاشكال المناسبة اللي تقدري من خلال ان انت تاكل البطيخ بكل سهولة بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا المصفر اللي تقدري ان انت تصفي بيه الخضار او الفكهة او الرز او البقوليات بكل سهولة هنا حنشوف مع بعضها عندنا مصفر الحوض تقدري ان انت تثبتيه عندك في الحوض وبعد كده تصطفي من خلاله بقايا الاكل بكل سهولة وده هيساعدك ان المصفر بتاعك يفضل نظيف وان الحوض مايتثدش عندك من اي بواقي اكل بتنزل فيه هنا معنا منظم للحمام المنظم ده تقدري ان انت تنظمي به مختلف لوازم الحمام زي معجون السنان وفرش السنان والكريمات والشامبوهات وفرش الشعر والمناديل يعني تقدري ان انت تستفيد منه كذا طريقة مختلفة وغير كده تثبيته على الجدار سهل جدا وهنا تعالي شوفي معايا منظم لغطيان الحلل طبعا هو عباره عن تنت رفوف تقدري ان انت تنظمي عليه ثلاث غطيان في نفس الوقت وتقدري جمان ان انت تنظمي عليه المعالي الخاصة بالطبع بعد كده تنظم الحقيقة احنا شايفين مع بعض المجموعة متمايزة جدا من الادوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبع موجودة عندنا سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت بشكل عام لو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ان انتو تدعموني وتدعموا القناة دي للضغط على زاجة اللايك ولو عندكم اي استفسار عن اي حاجة اتعرضت في الفيديو ده اتدرجوا ان انتو تكتبوه لفتنة التعليقات وانا حرد عليكم في قرب وقت ممكن تعالوا معايا باقي دلوقتي بعد ما احنا شوفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معنا في الفيديو ده ووضحنا ازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة انها كلها ادوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدر ان انت تستفيد منها في كذا طريقة مختلفة وبتفاهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت امي للفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه يا الحاجة اللي انت محتاجها لبيتك والمطبخك وبعد ما انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده جي الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن ثلاث طرق تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت متواجدة به فبدايات كده لو انت عايزة طريقة معتمدة تقدر ان انت تجيب كل المنتجات والادوات دي عن طريق تطبيق عليكس براس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي بي طبعا التطبيقات دي مشكلتها انها تكاليف الشحلة بتبقى فيها غالية جدا اما بالنسبة الاسعار البضاعة فهي بتبقى متغوطة يعني في عندك ادوات او انت كانت بتبقى اسعارها معقولة وفي ادوات تانية تبقى اسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها استعرم اختنس وعايز اوضح لكم حاجة كمان ان تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا موجودين به يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غنية انما مثلا الشحن الانديكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منصطة شوية او في دول بيبقى الشحن ليها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي تقدر من انتوا تتندوها على حسب المكان اللي انتوا متواجدين به بعد كده تعالوا لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحديثكم مشكلة تكاليف الشحن وهذا صفحات الفيسبوك طبعا الصفحات دي برضو تبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي بيبيعوها عن طريق الانلاين وبتتلاقي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحاوظة او على حسب المكان اللي انتوا موجودة به وطبعا الصفحات دي حتلاقيها لو انتوا موجودة في مصر او في الاردن ما عرفش بقى اعلم انت بسهلا في السعادية او في الكويت وانت انت تلاقي الصفحات دي او لأ بس ما عايز اقول لك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا تقدر ان انت تكتب في خانة البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية كمصر او في الاردن او في السعادية او في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انت موجودة بيها وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي بلكده في فيديو حسب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا ان انتو تشوفوه وتستفيدوا عينو اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولاد اللي بتبيع المنتجات والادوات دي فطبعا بتحتاج لمن الجهة الغريف مثل كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي اتمنى انه هو يكتب لنا بخانة التعليقات علشان يخد يقدر يستفيد من الموضوع ده وبس كده هو ده كان فيديو النهاردة اتمنى اني فيديو يكون عاجبكم وانه كل الادوات والماتجات اللي تعرضت في الفيديو ده تكون عاجبتكم لا تنسوش تشجيع القناة بالتبقى على زر اللايك ولو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده ما عاجبتكمش تقدرون مني تضغطوا على زر التسلايك ولو عندكم اي استفسار عن اي اداء او اي منتج تعرض في الفيديو ده تقدروا ان انتو تكتبولي في التعليقات وانا حرد عليكم في ق rag York وقت ممكن نستنون ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو قديم بكرة سيبكم في رائع تيلي